أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يردون الفردوس هم فيها طالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم لنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن طالبين ثم إنكم بعد ذلك لبيتم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائقا وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماءا لقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نفيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبد بالدهن وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسيكم مما في أطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلينا وعلى الأنف تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مذلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل بني جنة فترفصوا بني حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فينا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجعنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت قيم المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا له بجرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملو من قوم الذين كفروا وكذبوا بالقاء من الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعظكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيلات هيلات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح من نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم برونا آخرين ما تسبح من أمة أجلا وما يتأثرون ثم أرسلنا رسلنا كترا كلما جاء أمة الرسول أكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث ففعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وهقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستشبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين نفئنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يلتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها رسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاستقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نميتهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشتقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤفون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينفق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا بتر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدون أفلم يتفقوا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون بيهن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم قرجا فقراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحلناهم وكشفنا ما بهم من ظر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون لقد وعظنا نحن وآباؤنا هذا من قبلهم هذا إلا أساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتقذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عنهم ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نري كما نعلم لقادرون ادفع بالتي هي الأحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا كلا إنها كلمة وقائمة ومن ورائهم ترزق إلى يوم يبعدون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قصفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت قيم الراحمين فاتقدتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدر مع الله إله أن أخر لا أرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر أن تغفر ورحم وأنت خير الراحمين